فالعلماء ينظرون في هذه الرواية بمنظور مقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة عندنا حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ الأعراض، حفظ الأنساب، حفظ الأوطان وكذلك وسائل الشريعة لإقابة هذه المقاصد من تعليم وتعلم الأمر معروفاً ناعل منكر، الإمام كيف يقيم هذه المقاصد المجاهدين كيف يدافعون عن هذه المقاصد في حياة الناس إذا اعتدي عليهم لعجل إزالة هذه المقاصد من حياتهم، كيف يجاهدون لإقامة الناس على هذه المقاصد وكذلك القاضي يقضي لمن أراد إفساد هذه المقاصد في حياة الناس أن يفسد على الناس دينهم، أن يفسد على الناس دينهم أو أعراضهم أو أنسابهم أو أموالهم أو أنفسهم حدوداً وتعزيراً وإلى ما يتبع ذلك فالعلماء ينظرون في هذه الرواية التي جاءت من طريق الأحاد أو جاءت من طريق ضعيفة وينظرون لهذا المتن، وافق أم خالف؟ وبناء على ذلك يقبلون ويردون هذه الرواية حتى وإن كانت في بعض الأحيان من جهة الكذبين، يقولون هذا حديث فيه وضع فيه كذاب لكن متنه وافق أصول وقواطع الشريعة وفي بعض الأحيان يقولون هذه الرواية جاءت من طريق الثقات لكن متنها فيه إشكال خالف مقاصد الشريعة وسائل الشريعة حث على أمر مخالف لمقاصد الشريعة فالعلماء الإسلام ليسوا بالهينين يقبلون هذه الرواية تلقفاً ويقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل ينظرون لهذه الرواية